النهاردة زي ما تكلمنا مبارح وإحنا بنحكي الخبر بتاع إيقاف الكابتن عمرى أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي من جانب إدارة النادي الأهلي والتحقيق معاه وقلنا كمان إيه حالته للجنة الانضباط بسبب اللي حصل منه في مواجهة MP على مستوى الحكم وعلى مستوى المسؤولين قلنا أن بكرة اللي هو النهاردة في مباراة ستجمع بين الأهل والزمالك لتحديد بطل الجمهورية على مستوى الموليد 99 وقلنا في خلال كلامنا تبقى لما كنا قد قرأنا وسألنا عنه بالأمس أنه الأهلي يحتاج إلى تحقيق الفوز بفارق أكتر من ثلاث أهداف على الزمالك فياخد الثلاث نقاط ومع ثلاث أهداف فيعدي بيها الزمالك على مستوى الأهداف وبالتالي كان واضح جدا أن الكلام يحسم بطولة الدولي من خلال فارق الأهداف قلنا كده استيقظنا صباحا فلاقينا أن الأهلي عمل تقديمة للمباراة وكتب فيها نفس ما ذكرناه الأهلي كتب نفس ما ذكرناه أنه يحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز بنتيجة أكتر من ثلاث أهداف على الزمالك علشان يتوج بطلا لأ الجمهورية سيبك من ده سيبك من كل ده اتلعبت المباراة تقدم الأهلي وتعادل الزمالك وبالتالي كان ناقص عشرين ديه فلعبة الزمالك بتلعب على أنه أكيد الأهلي مش هجيب فينا ثلاث تجوان تانين ويكسب أربعة واحد ولعبة الأهلي راحوا بيحاولوا يمكن يجيبوا ثلاث تجوان تانين فجابوا جول فكسبوا اتنين واحد فخد الأهلي نقاط الثلاث وخسر الزمالك المباراة لكن حدث ما لم يتوقعه أحد أو حدث ما هو غير مسبوق في عالم كرة القدم أنك تلعب مباراة هائية مثلا والكسبان يحتفل فيها بأنه خد البطولة والخسران يحتفل فيها بأنه خد البطولة ده اللي حصل احتفل لعبه الأهلي بالتتويج واحتفل لعبه الزمالك بالتتويج وقعدنا حوالي تلات أربع ساعات عايزين نعرف مين فيهم الأحق بالاحتفال بالتتويج مين فيهم اللي توج هو الأهلي اللي توج ولا الزمالك اللي توج هو اللي كسب هو اللي توج ولا اللي خسر مطش النهاردة هو اللي بواقع نتائجه السابقة ومجموعها كسب البطولة النهاردة بقنا تايهين وبدأت الناس توجه أسئلتها لاتحاد الكرة ممكن تشرح لي فاتحاد الكرة قالك هو كمان الإجابتين مصدر قالك الأهلي هو البطل ومصدر تاني قالك الزمالك هو البطل فبدأنا احنا نعمل شغلنا فنروح نجيب الليحة فلاقينا والله العظيم أن الليحة نفسها مش واضحة ومش مفاهمانا هو الأهلي هو البطل بعد اللي شفنا النهاردة ولا الزمالك هو البطل بعد اللي شفنا النهاردة علشان يبقى الحقيقي الوحيد اللي قدامنا هو ده أن الاتنين قاعدين بيحتفلوا الأهلي بيحتفل في أهلي مدينة نصر بالفوز على الزمالك والتتويج من وجهة نظره بالدوري والزمالك بيحتفل رغم الخسارة من الأهلي النهاردة بأنه رغم الخسارة من وجهة نظره قد توجى بالدوري وكله بيمتلك ما يقول أنه بيثبت أحقيته بالتتويج في مشهد درامي لكنه الحقيقي مش بس مضحك هو مضحك لكنه مبكي أكتر منه مضحك ليه؟ لأنه الناس اللي بتتكلم على أنه يا جماعة دي مسابقة ناشئين يعني ومسابقة شباب هي بتتحسب في بطولات الأندية دي إجابة أبداً ما ينفعش نالجأ لها لأنه الموضوع أكبر من مجرد بطولة أنت شايفها مش مهمة هو الموضوع أنه الجيل ده هو الجيل اللي تحت الفريق الأول مباشرة هو الجيل ده اللي أنت لازم تأسسه صح اللي لو طلع مؤسس صح فأنت بتبني للمستقبل الحقيقة أن المباراة دي أهميتها مش أنه مين اللي خان البطولة هو أنه الجيل ده يبقى هو داخل المباريات عارف كويس هو مطلوب منه إيه عشان يتوج بالبطولة هي أهمية المباراة دي هو أنه الجيل ده يبقى بيحترم اللوائح ونازل عارف هو عايز يعمل إيه من المباراة دي هو أهمية المباراة دي أن الجيل ده الصغير في السن يبقى متربي على أنه طول الوقت عايز يكسب أنه طول الوقت عايز يتكافئ لما ياخد بطولة فما ينفعش تقول ما ده خدها أو ما خدهش مش هتفرق مع النادي لا تفرق أنه يحس أنه نتيجة مجهوده طوال موسم بيكافأ عليها بتتويج ببطولة فالموضوع مش بس أهلي وزمالك وإن كان ده طبعا اللي مدي للموضوع أهميته الكبيرة لكن هو الموضوع مستقبل كورة والموضوع أهمية تأسيس جيل هو اللي المفروض خلال سنة أو اتنين يكون أغلبه لو على مستوى استخدام قطاع الناشئين ومع تطعيمات من الخارج هو اللي هيلعب في فريقك الأهلي أو الزمالك خلال سنة أو اتنين فاهمين إيه أهمية المباراة؟ لكن بما أننا لسه حتى الآن تايهين تعالوا مع بعض نستعرض ما في يدينا من أوراق رسمية ربما توصلنا لشوية إجابات على أسئلتنا هو الأهلي هو البطل ولا الزمالك هو البطل ولكن ما نحن أمامه الآن هو قرار من اتحاد الكورة بيقول أنه البطل ولا الأهلي ولا الزمالك بل الاتنين هيلعبوا مباراة فاصلة يوم عشرين من الشهر الجاري علشان يتم تحديد بطل الدوري في إجابة تالتة غير الأولى اللي الأهلي قالها بتاعة المواجهات المباشرة غير التانية اللي الزمالك قالها بتاعة فريق الأهداف اتحاد الكورة طلعب بحل تالت وقال فيه أنه البطل سيتم تحديده من خلال مواجهة فاصلة في ملعب محايد هو أستاذ السكة الحديد يوم عشرين من الشهر الجاري علشان بدل ما يحللنا الحيرة يزود من حيرتنا تعالوا نستعرض اللي في قدينا من أوراق رسمية وبعدها نبدأ نطرح تساؤلات ببدئياً كده الورقة دي هي أول ورقة في ضمن تسع ورقات بتشرح نظام المسابقة تاريخها كان إمتى؟ فوق خالص إدارة القطاعات في تاريخ تلاتين حداشر يعني نهاية الشهر حداشر بيتبعت لهم فيها آخر تحديث آخر تحديث وقتها لخطاب كانت باعت قبلها بست أيام يوم 24 حداشر كان بيقولي بقى تعالوا نمسك نقطة نقطة ندخل بقى على الخطاب نفسه أقول لكم الأول هما كانوا قلينين ده بتاع الشروط يعني لكن أقول لكم أنه ده في شهر حداشر وتوقفت المسابقة وتلعبت في شهر أربعة بشروط مختلفة أو بنظام بطولة مختلف يعني إيه؟ يعني اللي مكتوب قدامنا في شهر 11 كان إن البطولة عبارة عن دورين ذهاب وإياب في تحديد البطل لكن بعد ما توقف المسابقة بسبب قصة الكورونا وجي قرار مجلس وزراء قال لهم لا استأنفوا راح اتحاد الكرة قال خلاص عشان نقلل المباريات يبقى العدد دوري من دور واحد بس وبالتالي دي اللوايح بتاعة ما قبل تحويل الدوري من دورين إلى دور واحد بس